الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه مع ولي عهد أبوظبي أن تسوية الأزمات الإقليمية ترتكز على تقويض تدخلات الخارجية ومحاربة العنف والإرهاب الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات ربعية في قصر الوطن بأبوظبي لدفع آليات العمل العربي لمواجهة التحديات الراهنة وموجة من التقص غير المستقر تشهدها عدة محافظات ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع تساقط الأمطار الثالثة مسام بتوقيت القاهرة الواحدة بتوقيت جرنج نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم على شاشة التلفزيون المصري تحية لكم أهلا بكم والبداية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة زيارة تؤكد عمق أواصر العلاقات الاستراتيجية بين البلدين سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي والدولي وإلى تفاصيل النشرة حيث التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في قصر الوطن بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أقيمت لرئيس السيسي مراسم الاستقبال الرسمي وتم عصف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف وصرح متحدث الرئاسة أن رئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان عقد مباحثات ثنائية حيث أعرب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن ترحيبه برئيس السيسي ضيفا عزيزا على الإمارات وأكد الشيخ محمد بن زايد على اعتزاز الحكومة والشعب الإماراتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة في مختلف المجالات ومشيرا إلى التقدير البالغ للدور الاستراتيجي والمحوري الذي تقوم به مصر تحت قيادة الرئيس السيسي في حماية الأمن القومي العربي والدفاع عن قضايا الأمة العربية وكذلك مساعي مصر الدؤوبة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة ارتكازا على ثقة لدور مصر ومحوريته على الساحة الإقليمية كما ثمن ولي عهد أبوظبي النهضة التنموية الشاملة التي شهدتها مصر بقيادة الرئيس السيسي والتي انعكست على توفير مناخ جاذب للاستثمار من جانبه أعرب الرئيس السيسي عن اعتزازه بحفاوة الاستقبال مؤكدا متانة العلاقات المصرية الإماراتية وقوتها وما تتميز به من خصوصية وحرص مصر على تطوير التعاون والتنسيق الثنائي الوثيق لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين والأمة العربية خاصة من خلال تكثيف وطيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حاليا منطقة الشرق الأوسط وتعزيز وحدة الصف والعمل العربي والإسلامي كما أكد أيضا الرئيس السيسي أن زيارته الحالية للإمارات تأتي استمرارا لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط بين البلدين وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد ودعما لأواصر التعاون الثنائي مجددا تضامن مصر حكومة وشعبا مع دولة الإمارات الشقيقة جراء الحادث الإرهابي الأخير الذي أصفر عن وفاة وإصابة عدد من المدنيين كما أكد الرئيس السيسي إدانة مصر لأي عمل إرهابي تقترفه ميليشيا الحوثي لاستهداف أمن واستقرار وسلامة دولة الإمارات الشقيقة ومواطنيها ودعم مصر لكل ما تتخذه الإمارات من إجراءات وذلك في إطار موقف مصر الراسخ من دعم أمن دولة الإمارات العربية المتحدة واستقرارها والارتباط الوثيق بين الأمن القومي المصري وأمن الإمارات الشقيقة كما تم خلال اللقاء أيضا تبحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلا عن التشور إزاء مستجدات القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة ليبيا واليمن حيث تم التوافق على أن مصارات الحلول السياسية هي الأساس لحل تلك القضايا شارك رئيس السيسي في جلسة مباحثات ربعية في قصر الوطن بأبو ظبي مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وملك البحرين الملك حمد بن عيسى ونائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتون وقال متحدث الرئاسة أنه تم التباحث بشأن تطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الأشقاء لدفع أليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة أهلا بكم مجددا عود مرة أخرى لزيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي أكد خلال لقائه مع ولي عهد أبو ظبي أن تسوية الأزمات الإقليمية ترتكز على تقويد التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والإرهاب وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا هاتفيا لسادة هند الضاوي الكاتبة الصحفية وسادة هند بعد التحية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات تحمل في هذا التوقيت عدة رسائل إقليمية وعالمية هل لك أن تطلعين على تلك الرسائل الهمة؟ بعد التحية لك العديد يوسف والمشاهدين بالتبع يعني الزيارة جاءت في توصيل غاية الأحيات الحجاتية حيث تتعرض منطقة الخليج والمنطقة العربية لتحديات جديدة تغير قواعد الاشتراك المتعارف عليها في منطقة الشرق الأوسط وبالتالي كان من المهم أن ترسل مستوى الرسائل بأنها حاضرة في كافة دوائر الأمن القومي العربي في شمال إفريبيا في منطقة الخليج في منطقة الشام وهذا ما يفعله الرئيس عبد الفتاح أن شيء دائما بالإضافة أيضا إلى أن الزيارة جاءت قبل القمة العربية ومن المفترض أن تكون القمة العربية القادمة مختلفة عن ما سبقها لأن هناك الكثير من التحديات التي فرضت ضغطة في منطقة الشرق الأوسط منها الانتحاب الأمريكي الجزئي منها تركيز القوى الأوروبية لمنطقة أو في منطقة بين المحيطين وبالتالي على الدول العربية وعلى رأسها مثل صدق الصغرات التي يمكن أن يتخلل منها مرة أخرى الإرهاب والتحديات نفسها التي كانت في عام 2011 نعم يعني هناك شراكة مميزة في كل المجالات يعني جمعت الدولتين ولا سيما في السنوات الأخيرة ملامح تلك الشراكة أستاذ هند الشراكة كانت شاملة بمعنى أنها كانت تسير في المطار السياسي ووجدنا أن مصر والإمارات تحديدا في كافة الملفات الإقليمية منذ عام 2014 لديها موقف موحد بين الدولتين في كافة القضايا بالإضافة أيضا إلى أن العلاقة الاقتصادية مختلفة الإمارات من أهم الدول المستثمرة في مصر بالإضافة أيضا إلى أن العمالة المصرية من أفضل العمالات الموجودة في الإمارات وهناك مشاريع مشتركة بشكل كبير بالإضافة أيضا إلى التنطيق العسكري وجدنا أن الشيخ محمد بن جايد وولي العاد كان دائما حاضر في كافة المنورات العسكرية المصرية ومعارض السلاح وغيرها ما يحمل دلالة بأن التنطيق بين الدولتين العربيتين مكتمل الأركان في كافة المراحل والمناحل بالإضافة أيضا إلى نقطة هامة أن حتى في القضايا التي تمثل تحديات أمن قوم مصري خاصة ربما لها طبع خاص ككثير من الملفات منها لدي على سبيل المثال كانت الإمارات حاضرة مع مصر في كافة الملفات وبالتالي أيضا منذ حاضرة اليوم الرئيس عبد الفتاح عسيسي يتحدث عن كل الدعم لدولة الإمارات في اتخاذ كافة الوسائل من أجلها أو بهدف الرد على الاعتباءات الإرهابية الممنهجة عليها في الأيام الأخيرة نعم في سياق ذكرك أستاذ هند لي مسألة القضية الليبية هناك تطابق في أجهات النظر بين البلدين فيما يخص الملفات الإقليمية والسياسية يعني ملامح هذه المطابقات أولا مواجهة الأرهاب يعني الملفات أو تم الاتفاق على مواجهة الأرهاب عن وجود أي مرتازقة لأي دولة تمثل مصالح إسلامية غير عربية أو أوروبية أو غربية أو من الدول الكبر في منطقة الشرق الأوسط بالإضافة أيضا إلى استعادة الدولة الوطنية في كل الدول العربية سواء كانت في العراق في ليبيا في السودان في تونس في غيرها من الدول التي تعاني ما زالت من الإرهاب في اليمن وما يفرض على هذه الدولة من تحديات كبيرة وبالتالي أعتقد أن في هذه المرحلة تحديدا الرئيس عبد الفتاح السيسي يسير بالتوادي في كافة دوائر الأمن القومي المصري بشكل أساسي سواء كان الأمن القومي يتعلق بشمال إفريقيا وبالتحديات التي تفرضها دول الساحل والسحراء الآن على الأمن الإفريقي سواء كانت في دول الشام وما يتعرض له أمن الشام الآن من تحديات كبيرة بالإضافة أيضا إلى الجائرة الأهم لمصر وهي جائرة الخليج وكذلك الحضور المصري يعني تشكيل هذه الدوائر وزيارة الرئيس عبد المجلس تبقون إلى القاهرة ومن قبل الرئيس خيش سعيد والآن الرئيس المصري في الإمارات ومن قبله مع ولي عهد السعوبية كل هذه الأمور تعطي رسائل هامة جدا إلى الدول الكبار التي تصيغ الآن استراتيجياتها تطابقا مع تغيير موازين القوى في العالم أن الصف العربي واحد ومتماسك وقادر على مواجهة التحديات القادمة الكاتبة الصحفية هند ضاوي شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة شهدت العلاقات المصرية الإماراتية تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها كما تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياسة هما من توجهات ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية متميزة ومتجزرة تلك هي العلاقات المصرية الإماراتية لتكون المواقف السياسية المترابطة خير شاهدة على التكامل بين القاهرة وأبو ظبي الوعي والفهم المشترك لطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية هو القاسم المشترك بين الدولتين حيث تحظى البلدان بحضور ومكانة دولية خاصة مع ما تتميز به سياستهما من توجهات حكيمة ومعتدلة ومواقف واضحة في مواجهة التحديات الإقليمية المرتبطة بإرساء السلام خصوصية العلاقات بين القاهرة وأبو ظبي وصلت ذروتها خلال الفترة الحالية فقد شهدت تطورا كبيرا ونوعيا في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها المسؤولون في القاهرة وأبو ظبي يحرصون على الزيارات المتبادلة فقد جمع بين الزعيمين عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لقاءات عديدة تعكس عمق واستثنائية العلاقات المصرية الإماراتية فعلى صعيد السياسة الخارجية شهدت السنوات الأخيرة تنسيقا واثيقا حيال القضايا الرئيسة مثل القضية الفلسطينية والعراقية واللبنانية والليبية واليمنية والسورية فهناك تقارب كبير في الرؤى والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية التنسيق المشترك بين البلدين أكد أهمية التسوية السياسية للأزمات الإقليمية حقنا للدماء وحفاظا على مقدرات الشعوب وصونا للسلامة الإقليمية للدول العربية وحفاظا على وحدة الأراضي العربية وسلامتها سياسيا القاهرة وأبو ظبي تتفق كذلك على ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك والجهود الدولية للتوصل إلى حلول سياسية لكافة الأزمات الإقليمية خاصة جهود مكافحة الإرهاب والعمل على وقف تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الغطاء السياسي والإعلامي لها فضلا عن وقف إمدادها بالسلاح والمقاتلين وتشير سياسات مصر والإمارات إلى حرصهما على محاربة الجماعات الإرهابية ومكافحة أفكارها الهدامة كما تحركت القاهرة وأبو ظبي نحو التركيز على تجديد الخطاب الديني والفهم الحقيقي للدين بعيدا عن عوامل المغالاة والتشدد التي تنتهي غالبا بالطريق المؤدي نحو القراهية والعنف وأهمية دور التعليم وتعزيز التسامح والسعادة بجانب مشاركة الشباب والدور الإيجابي للأسرة والمرأة والثقافة والوسطية الدينية تعد العلاقات المصرية الإماراتية على المستوى الاقتصادي نموذجا يحتذا به في العلاقات العربية والإقليمية وتستقبل السوق الإماراتية سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم كما تساهم الإمارات في السوق المصرية بمشروعات تزيد استثمارتها عن 7 مليارات دولار علاقات تعد نموذجا يحتذا به في العلاقات العربية والإقليمية حيث يعد السوق الإماراتي الوجهة الأولى للصادرات المصرية ويستقبل السوق الإماراتي سنويا نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم كما تساهم الإمارات في السوق المصري بمشروعات تزيد استثماراتها عن 7 مليارات دولار وأكثر من 7 مليار دولار استثمارات العلاقات الثنائية الاقتصادية يوضف عليها مذكرات التفاهم الموقع بين مصر والإمارات لتعميق التعاون المشترك لتحتل الإمارات بذلك المرتبة الأولى عالميا في قائمة الدول المستثمرة في السوق المصري الإمارات قدمت أيضا حزما من المساعدات العينية والمدية والعديد من الاستثمارات المباشرة في إطار من علاقات التعاون الوثيق بين الدولتين تبلورت في شكل عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تجاوز عددها نحو العشرين اتفاقية صندوق أبوظبي للتنمية يعد هو الآخر من أهم شركاء التنمية في مصر فضلا عن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بقيمة عشرين مليار دولار عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي الإمارات تمثل كذلك ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية وتستحوذ على 7% من إجمالية تجارتها غير النفطية مع الدول العربية وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات وتشمل تلك الاستثمارات مختلفة قطاعات الجملة والتجزئة والنقل والتغزين والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى القطاع المالي وأنشطة التأمين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك العقارات والبناء والسياحة فضلا عن الزراعة والأمن الغذائي في المقابل تستثمر الشركات المصرية بأكثر من 4 مليارات درهم في الأسواق الإماراتية وتشمل مشاريعها كذلك القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة وسجل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات ومصر خلال النصف الأول من عام 2021 نحو 13.3 مليار درهم مقارنة بنحو 12.5 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2020 بنمو وصل إلى 7% وسجلت حركة التجارة بين مصر والإمارات خلال عام 2020 نحو 26 مليار درهم مقابل 22.1 مليار درهم خلال عام 2019 وبنمو أكثر من 17% على الرغم من تدعيات جائحة كورونا على إنشطة التجارة إقليميا وعالميا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بقطاعات الدولة المختلفة من صحة ورياضة وتعليم ونقل وغيرها والاجراءات الخاصة برعاية محدودي الدخل وتوفير احتياجات المواطنين بشكل عام شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي ترافقه وزيرة الثقافة اناس عبدالدايم افتتاح فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب ويقام المعرض خلال الفترة من السادس والعشرين من يناير الى سابع من فبراير الفين اثنين وعشرين تحت شعار هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل وتعد هذه الدورة احدى اكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها الف وثلاثة وستون ناشرا مصريا وعربيا واجنبيا وتوكيلا من احدى وخمسين دولة وقال رئيس الوزراء ان انتظام معرض القاهرة الدولي للكتاب في موعده الرسمي يعد رسالة ايجابية تعكس اهتمام الدولة المصرية بعودة انتظام خارطة الفعاليات المحلية والعالمية التي تأثرت توقيتاتها نتيجة جائحة فيروس كورونا والتي لا تزال تلقي بظلالها على العالم باسره اكدت وزيرة الثقافة اناس عبدالدايم ان البرنامج المهني الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد وسيلة مستحدثة لدعم صناعة الكتاب والنشر وقد اضافت الوزيرة ان البرنامج المهني يشمل مجموعة من الانشطة الهادفة الى تطوير ومواكبة القفزات المتلاحقة في هذا المجال وتكوين قاعدة بيانات متكاملة للعمل نبه مشيرة الى اهمية في الارتقاء بالمنتج المعرفي للمزيد من المتابعة والتفاصيل ينضم الينا مراسل التلفزيون الزميل رامي محمد رامي ضعنا معك في الصورة وصف لنا الاجواء لديك الان برحب بك وبكل متابعين من مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس حيث انطلاق اول فعليات واول ايام مارض القاهرة الدولي للكتاب بعد افتتاح رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بمرافقة وزيرة الثقافة دكتور اناس عبدالديم لأولى الفعاليات اليوم وتفقد عدد من الاجنحة من بينها جناح وزارة الدفاع جناح وزارة الداخلية وايضا اجنحة لعدد من المؤسسات منها جهاز التعبير العامة والاحصاء وايضا جناح الازهر الشريف وعدد من الاجنحة للدول العربية منها الجناح الليبي والجناح الجزائري وعدد ايضا من الاجنحة الخاصة بالدول الاوروبية خاصة ان ضيف شرف المعرض هذا العام هي دولة اليونان ولها جناح كبير ومشاركة كبيرة وايضا هناك عدد كبير من الاجنحة في هذه الدورة الدورة الثالثة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب هذه الدورة يشارك بها أكثر من 1063 عارض مصري وعربي وأجنبي وأيضا عدد الأجنحة الكبيرة هنا ينتمثل أكثر من 879 جناح بمختلف الفئات وأيضا لمختلف الكتب سنتحدث عن كتب تاريخية كتب دينية كتب أيضا وثائقية وتمثل أيضا ثقافات مختلفة خاصة مع الشعار الكبير لهذا المعرض الذي يحمل هوية مصر الثقافة وسؤال المستقبل هذا يمكن الشعار يترجم هنا بشكل كبير جدا خاصة مع الكلمات الأولى لوزيرة الثقافة وأيضا خلال التفقد كان الحديث عن الهوية الثقافية المصرية وأيضا العربية والأجنبية حاضرة بشكل كبير في أغلب الأجنحة وأيضا هناك حضور أيضا لهذا التجمع الكبير والذي يوصف من قبل وزيرة الثقافة بأنه عيد الثقافة في معرض القاهرة الدولي للكتاب ومشاركة وحضور كبير أيضا للكتاب الرقمي لأول مرة في هذه الدورة وأيضا دخول عدد من التقنيات التكنولوجية والذكاء الصناعي خاصة بحضور شخصية المعرض هذا العام الكاتب يحيح حقي بتقنية الهيلو جرام ليتحدث عن الكثير من التجارب والكثير من النصائح والكتابات سواء للشباب أو للحضور هنا في معرض القاهرة الدولي الكتاب والذي انطلق اليوم السادسة والعشرين من يناير ويستمر حتى السابع من فبراير عودة لكم مرة أخرى أشكرتك شكرا جزيلا رامي محمد من معرض القاهرة الدولي للكتاب شكرا جزيلا على هذه المتابعة شهدت عدة محافظات موجة من التقص غير المستقر مع تساقط للأمطار وعلنت الأجهزة التنفيذية بهذه المحافظات رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة تقلبات الأحوال الجوية وتركم الأمطار بالشوارع وتفعيل غرف العمليات لمواجهة أي مشكلات شهدت مطروح سقوط أمطار غزيرة وثلوج أغرقت الشوارع والميادين الرئيسية حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات وقد أعلنت محافظة مطروح انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي بلغات المواطنين بالإضافة إلى المتابعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن الثمانية بدورها رفعت محافظة القاهرة درجة الاستعداد للتعامل مع أي تجمعات للمياه طبقا للحالة الجوية وأشار محافظة القاهرة خالد عبد العال إلى وجود تنسيق مستمر مع هيئة الأرصاد الجوية على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقص وقد تم ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة وتخصيص الخط الساخن 15.4.96 لتلقي بلاغات من المواطنين عن تراكمات مياه الأمطار لسرعة التعامل معها وضمان الاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوة بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفوري معها وجهت وزارة الصحة عددا من النصائح للمواطنين للمساهمة في حمايتهم من المضاعفات الصحية الناجمة عن برودة الطقص والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد أكدت الوزارة أن التعرض للطقص البارد خارج المنزل أو داخله يمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من الأعراض المرضية التي تحدث نتيجة لعدم قدرة الجسم ككل أو أجزاء منه على التكيف مع انخفاض الحرارة لذلك لا بد من تدفئة الجسم والوقاية من تدعيات برودة الأجواء من خلال ارتداء ملابس ثقيلة مناسبة وعدم التواجد خارج المنزل في البرد والرياح وتحت الأمطار لفترة طويلة وقالت الوزارة أنه يجب الحرص على تناول وجبات طعام صحية وتناول الماء والسوائل حتى قبل الخروج في هذا الطقص البارد لأن ذلك سيساعد على استمرار الشعور بالدفء بالإضافة إلى أهمية ممارسة الحركة البدنية في اليدين أو القدمين لأن ذلك يساعد على تضفق الدم إلى الأطراف والجلد وللمزيد من التفاصيل حول حالة الطقص تنضم إلينا الزميلة سالي سالم من هيئة الأرصاد الجوية سالي بعد التحية في ظل هذه الأجواء يعني نريد أن نطمئن ونطمئن أسادة المشاهدين ونطلعهم على آخر المستجدات فيما يتعلق بحالة الطقص على مستوى الجمهورية تفضلي نعم تحياتي لك يوسف ولمشاهدين الكرام من داخل هيئة العامة لأرصاد الجوية نتابع آخر مستجدات ما يتعلق بحالة الطقص على مستوى الجمهورية في ظل تقلبات سريعة ومفاجئة وحدة على معظم أنحاء البلاد انخفاض كبير في درجات الحرارة تصل إلى سالب 3 في بعض الأنحاء وهي درجة الحرارة الصغرى بالطبع ونشاط كبير للرياح وتساقط للأمطار تتروح وتتفاوت شدتها ما بين محافظة إلى أخرى ولنقف على آخر هذه المستجدات يكون معنا على الهواء مباشرة دكتورة منار غانم وهي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لأرصاد الجوية أنا برحب بك في البداية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وصلت إلى زرواتها اليوم تفاصيل هذه الحالة ونطمئن الجمهور أهلاً طبعاً بحضرتك أستاذ سالي وأهلاً بكل أستاذ المشاهدين إحنا بالفعل بنشهد حالة من التقلبات الجوية زروة انخفاضات درجات الحرارة وزروة حالة عدم الاستقرار اللي إحنا بنشهدها السبب الأول في حالة عدم استقرار إن إحنا بنتأثر بوجود منخفض جوي على سطح البحر المتوسط بيتزمن معه وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا على حالة التقلبات الجوية يمكن اليوم بيكون أبرد يوم وصلنا له في فصل الشتاء إلى الآن سجلت العظمة على القاهرة الكبرى 11 درجة مقوية ده خلال فترة النهار نجن كمان مع نشاط رياح حسنا بها قال وصل الإحساس بيها لتسع درجات على القاهرة الكبرى خلال ساعات الليل متوقع طبعاً يكون درجات الحرارة ما بين الخمس والست درجات على القاهرة الكبرى يعني الطقس بيكون اليوم شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية خلال فترة النهار وخلال فترة الليل وده العنصر الأساسي والمهم اليوم في حالة عدم الاستقرار أو حالة التقلبات الجوية الانخفاض الملحوص في درجات الحرارة طبعاً كمان خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر بيتكون السقيع على المزروعات على المناطق الموجودة في شمال السعيد أو وسط سيناء بعض المناطق من المدن الجديدة لأن درجات الحرارة بتنخفض خلال ساعات الليل لأقل من 5 درجات أيضاً كمان درجات الحرارة على مرتفعات سانتي كاترين بتوصل لتلات درجات تحت الصفر فبتتساقط السلوج على مرتفعات سانتي كاترين ده كان أول عنصر وأهم عنصر الانخفاض الملحوص في درجات الحرارة تاني عنصر طبعاً سقوط الأمطار كلنا شاهدنا في الساعات الماضية تساقط الأمطار وكانت أمطار متفوتة الشدة من منطقة للتانية ممكن نوضحها من خلال صور لأمار الصناعية الموضحة أمامكم الآن بتوضح السحب اللي أثرت بسقوط أمطار على سواحلنا الشمالية وبعض المناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري تساقط حبات البرد على بعض المناطق من محافظة مطروح بعض المناطق من الأسكندرية البحيرة كفر الشيخ الدقاهلية الأمطار اليوم كانت على يوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية ومصاحبة بحبات البرد أيضاً كمان القاهرة الكبرى شاهدت سقوط أمطار كانت من خفيفة إلى متوسطة متوسطة في بعض المناطق وخفيفة في بعض المناطق كمان محافظات الوجه البحري مدن القناة سيناء أيضا شمال السعيد شهدنا سقوط أمطار خفيفة على اليوم. متوقع استمرار فرص الأمطار في الساعات القادمة. بنفس الكيميات يمكن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى بيكون أقل يعني أمطار خفيفة بإذن الله في الساعات القادمة. كمان العنصر الثالث والمهم هو نشاط الرياح. احنا الآن بنشهد نشاط الرياح. سرعات الرياح ما بين الخمسين والستين كيلو متر في الساعة. نشاط قوي الرياح بيزود احساسنا ببرودة الطقس. يمكن احنا هو اللي بيزود احساسنا بشعور ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة. يعني احنا شعرنا بدرجات الحرارة التسعة درجات النهار ده بسبب نشاط الرياح. خلال فترة النهار وخلال فترة الليل بيؤدي كمان للتراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط ارتفاع الأمواج اليوم على البحر المتوسط ما بين التلاتة ويء الخمسة متر غير مؤهل تماما لأعمال الأنشطة البحرية. كمان بحر الأحمر ايضا غير مؤهل لأعمال الأنشطة البحرية لان ارتفاع الأمواج هيوصل لتلاتة متر. لوحة لو تحدثنا عن نهاية هذه الموجة والنصائح التي تقدم لقائد السيارات وبالطبع المواطنين من ارتداء الملابس وغيره. هو طبعا احنا متوقعين اليوم يكون ابرد يوم وسنال وزروا تنخفضات درجات الحرارة لكن من غدا ان شاء الله نبدأ نشهى التحسن في الأحوال الجوية عن اليوم درجات الحرارة تبدأ ترتفع تدرجيا توصل لخمستاشر درجة على القاهرة الكبرى. دي العزمة خلال فترة النهار ما زال خلال فترة الليل درجات الحرارة منخفضة توصل لخمس او ست درجات على القاهرة الكبرى. كميات الأمطار غدا هتبقى قلي بكتير من اللي احنا شاهدناها اليوم. أمطار متوسطة على سوحيننا الشمالية. خفيفة متوسطة على بعض المناطق من الوجه البحري كمان نشاط رياحة يعتدل عن اليوم. فالحالة الجوية غدا تكون احسن بكتير من اللي بنشهدها اليوم ان شاء الله. مع يوم الجمعة والسبت تبدأ كمان درجات الحرارة ترتفع تدرجيا. عشان نحس بتقسي بارد خلال ساعات النهار. شديد البرودة خلال ساعات الليل. بالاضافة الى تكون الشبورة المائية اللي هنبدأ نلحظها من غدا. على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. عشان كده هننصح السادة المواطنين طبعا مع زروة انخفاضات درجات الحرارة استمرار ارتداء الملابس الشتوية السقيلة خلال فترة النهار وفترة الليل ونخلي بنا من البرودة القارصة خلال الساعات المتاخرة من الليل والصباح البكرة. شكرا لك. شكرا لك. يعني كان هذا رصد سريع لما يتعلق بحالة التقس. ولو رصدنا رصد سريع لمخارج اسوار هذه الهيئة فحالة من تباطؤ حركة السيارات. بالطبع نتيجة لسقوط الامطار والحذر والحرص من المواطنين ووجود وانتشار مكثف لكسحات المياه في محافظتي القاهرة والجزاء. الكريمة تعود اليك يوسف مرة اخرى. نعم الزميلة سالي سالم من هيئة الارصاد الجوية شكرا جزيلا لك على هذه الرسالة. اعلن مجلس ادارة مؤسسة اخبار اليوم وفاة الكاتب الصحفي الكبير اياسر رزق. رئيس تحرير اخبار اليوم السابق ورئيس مجلس الادارة عن عمر يناهز خمسة وخمسين عاما. اثر ازمة قلبية مفاجئة المت به في الساعة الاولى من صباح اليوم. اشتركوا في القناة احبطت قوات الامن العراقية محاولة تسلل لتنظيم داعش الارهابي جنوب قضاء سنجار بمحافظة نينوى. وذكرت القوات العراقية ان قوة سنجار ضمن قيادة عمليات نينوى فتحت نيرانها على المجموعة الارهابية التي كانت تحاول التسلل للقضاء ما اجبرهم على الفرار. وفي قضاء الترمية نجحت القوات الجوية في توجيه ضربة لاهداف تنظيم داعش الارهابي في منطقة الطابي. وما زلنا بالعراق حيث وصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي منطقة الشريط الحدودي العراقي السوري في محافظة نينوى شمال البلاد. جاء ذلك برفقة وزيري الدفاع والداخلية وعدد من القيادات. وقد اجتمع الكاظمي بالقيادات الامنية والعسكرية في مقر الفرقة السادسة حرس الحدود على الشريط الحدودي العراقي السوري. وقال ان زيارته اليوم للحدود العراقية السورية تأتي للاشراف المباشر على الاجراءات والاحتياطات المعمول بها العسكرية والامنية. الى ذلك اعلنت خلية الاعلام الامنية العراقية احبط هجوم جديد على قضاء الكرمة في محافظة الانبار بعد اقل من 24 ساعة على سقوط اربعة صواريخ على القضاء. وذكر الاعلام الامنية في بيانه انه بعد الحادث الارهابي الذي حصل يوم امس في استهداف قضاء الكرمة. ومن خلال المتابعة والتفتيش تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية من ضبط خمسة صواريخ معدة ومهيئة للاطلاق على القضاء ذاته. واضافت انه ضبطت الصواريخ بمنطقة ذراع دجلة وشرعت الاجهزة الامنية المختصة بالتعامل معها. ترأس الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيت اعمال الدورة الثانية والخمسين. للجنة تنصيق العليا للعمل العربي المشترك بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الامنية في الرياض. تحت عنوان التحول الرقمي وبناء القدرات في مجال ذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية. لفت ابو الغيت في كلمته الى اهمية اطلاع منظومة العمل العربية بكافة منتسبيها بسرعة تطوير مفاهيم وآليات عملها لتلحق بالمنجزات العصرية في التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وقد تترق الامين العام الى اهمية استغلال فرصة استضافة كل من مصر والامارات لقمتي المناخ لعامي 2022 و2023. لتعزيز دور الجامعة العربية ومنظمات العمل العربي المشترك في مجال مكافحة ومجابهة التغير المناخية. خاصة في ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات وتغيرات بسبب الاحتباس الحراري. حذرت الولايات المتحدة من انها قد تفرض عقوبات قاسية على روسيا تشمل قيودا على صدارات معدات التكنولوجيا المتقدمة الامريكية اذا هاجمت روسيا اوكرانيا. كما اكدت واشنطن على ان محاولات موسكو لاستخدام النفط والغاز كسلاح ستأتي بنتائج عكسية. تطورات متلاحقة تشهدها العلاقات الامريكية والروسية مع تصاعد السجال على خلفية الازمة الاوكرانية. هذا التوتر بدأ يزداد مع اطلاق روسيا لمناورات عسكرية على حدودها مع اوكرانيا. مما دفع واشنطن الى تحزير موسكو من فرض عقوبات قاسية عليها. تشمل اجراءات تستهدف القيادة السياسية الروسية اذا ما قامت القوات الروسية بالهجوم على اوكرانيا. وفي اشارة تهديد لموسكو اكدت واشنطن انها على استعداد لفرض عقوبات تحمل تداعيات هائلة. وتتجاوز الاجراءات السابقة التي طبقت في عام 2014 بعدما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم مشيرة الى انه قد ول زمن الاجراءات التدريجية وفقا للتصريحات الامريكية. وبحسب واشنطن فقد تشمل العقوبات التي وصفتها بالقاسية على روسيا فرض قيود على صادرات معدات التكنولوجيا المتقدمة الامريكية مثل الزكاء الاصطناعية والحوسب الكمية وتكنولوجيا صناعة الطيران. وهو ما سيضرب بشدة طموحات القيادة السياسية الاستراتيجية لتحويل اقتصاد روسيا نحو التصنيع. في الوقت نفسه طمأن الرئيس الامريكي جو بايدن حلفاء واشنطن الاوروبيين من ان اي استخدام من جانب موسكو لصادراتها من النفط والغاز كسلاح سيأتي بنتائج عكسية. وللتخفيف من تداعيات اي نزاع مع موسكو بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الاوروبيون البحث في الاسواق العالمية عن مصادر بديلة للطاقة في وقت تعاني فيه اوروبا في الاساس من ارتفاع اسعار الطاقة بشكل كبير خلال الشتاء. اكد كل من وزيري الخارجية الامريكي انتوني بلينكن والبريطاني دوميني كراب خلال اتصال هاتفي اهمية التنصيق مع الحلفاء لتشجيع روسيا على تهديئة التوترات والالتزام بمصار ديبلوماسي. كان رئيس الوفد الروسي في محادثات الامن العسكري ومراقبة التسلح في فيينا قد اكد ان بلاده لن تتسامح اذا قامت كييف والدول الغربية باستفزازات في منطقة تومباس بشرق اوكرانيا. وقد وصفت الخارجية الروسية بيانة للخارجية البريطانية بشأن سعي موسكو لتنصيب زعيم اوكراني موال لروسيا في كييف بانها معلومات مضللة. اشتركوا في القناة اصابات قياسي جديد الاسبوع الماضي وحذرت المنظمة من انه بناء على المعطيات المتوفرة حاليا لا يزال الخطر العام المرتبط باوميكرون مرتفعا. وقالت ان اكثر من 21 مليون اصابة جديدة قد سبلت في الايام السبعة الماضية ما يمثل اكبر عدد اصابات المسجل في اسبوع واحد منذ بدء تفشي الوباء. اتفقت الدول الاوروبية السبعة والعشرون على تحسين القواعد المطبقة على السفر داخل الاتحاد الاوروبي وتجنب فرض قيود على حاملية الشهادات الصحية الاوروبية. وتطالب دول عدة بينها ايطاليا والدنمارك من المسافرين المطاعمين ضد كورونا تقديم اختبارات سلبية لدخول اراضيها. وقال مجلس الاتحاد الاوروبي في بيان انه لا ينبغي ان يخضع المسافرون الذين يحملون شهادة كورونا رقمية سارية المفعول من الاتحاد الاوروبي لقيود اضافية على حرية التنقل. قالت الوكالة الصحية البريطانية ان الاصابات الحالية قد يكون سببها سلالة جديدة من متحور اومايكرون. عبرت الوكالة عن قلقها من ظهور متحور جديد لكورونا. وكان خبراء بريطانيون قد حذروا من متحور جديد لفايروس كورونا. وقالوا انه يحتوي على بروتين يختلف جذريا عن الفايروس الاصلي. ويمكن ان يطيل الموجة الحالية. ووفقا لصحيفة انديبندنت البريطانية فقد اشار العلماء الى ان عدوى كورونا قد بدأت في الاستقرار عند مستويات عالية مثيرة للقلق في انجلترا. اعلنت شركتان فايزر وبايونتيك البدأ في تجربة سريرية لاختبار نسخة جديدة من لقاحهما مصممة خصيصا لاستهداف المتحور اومايكرون. الشركتان تعتزمان اختبار الاستجابة المناعية الناجمة عن اللقاح المخصص لاومايكرون كنظام من ثلاث جرعات للاشخاص غير المطاعمين. وكجرعة منشطة للذين تلقوا جرعتين من لقاح الشركتين الاصلية. كما تختبر الشركتان جرعة رابعة من اللقاح الحالي مقارنة بجرعة رابعة من اللقاح المخصص لاومايكرون لدى من تلقوا جرعتهم الثلاثة من لقاح فيزر بايونتيك ما بين ثلاثة وستة اشهر. وتعتزم الشركتان دراسة سلامة اللقاحات وقابليتها. للتحمل لدى اكثر من 1400 شخص يشاركون في التجربة. توجه فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لإنقاذ سيدات وفتيات بلا مأوى بعدد من المحافظات. فقد تحرك الفريق على الفور لإنقاذ حالة لسيدة من ذوي البصيرة تبلغ من العمر 90 عاما وتم إيداعها بدار النور والأمل للكفيفات. كما قام الفريق بإنقاذ عدد عدة فتيات وإيداعهن بدور الفتيات بالعجوزة وقرية الأمل. وتنفذ وزارة التضامن الاجتماعي برنامجا متكاملا للحد من ظاهرة الأطفال والكبار بلا مأوى في 14 محافظة. وذلك من خلال 17 وحدة متنقلة تجوب الشوارع بشكل يومي. أشادت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بالتعاون الناجح مع الجانب الألماني في تسهيل مفاوضات التمويل المناخي خلال مؤتمر المناخ. واستمرار هذا التعاون في مؤتمر جلسكو وتطلع مصر لاستكماله مستقبلا. جاء ذلك خلال استقبال وزيرة البيئة السفيرة الألمانية بالقاهرة فرانك هارتمان والوفد المرافق له. لبحث آليات التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف في مجالات نقل الطاقة وإدارة المخلفات والتكيف مع أثار تغير المناخ. والإعداد لمؤتمر المناخ القادم وتلقي الدعوة للمشاركة في عدد من المؤتمرات المتعلقة بالطاقة والمناخ في ألمانيا. أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بأعفاء الراغبين في الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة. يأتي ذلك تماشيا مع توجهات الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية. تماشيا مع توجهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين لتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية. فقد أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا بإعفاء المواطنين راغب الحصول على تمويل عقاري لاقتناء وحدات سكنية بنظام الإجارة من سداد الدفعات المقدمة ليساهم بشكل كبير في دخول شريحة واسعة من المواطنين على تملك الوحدات السكنية بنظام الإجارة. وقد سعت الدولة إلى إزالة أي معوقات تواجه نشاط التمويل العقاري مع العمل على حل أي مشكلات تحول دون النهض به. حيث كانت القواعد التنظيمية السابقا المعمول بها للتمويل العقاري للأغراض السكنية تنص على أنه لا يجوز التمويل بأكثر من 90% من قيمة الوحدة أو الضمان المقدمة بحسب الأحوال. وفي حالات البناء أو الترميم أو التحسين يمكن التمويل بكامل القيمة بما لا يتعدى 90% من قيمة الوحدة أو الضمانة المقدمة، وكان المواطن يقوم بسداد الفرق في قيمة الوحدة كدفعة مقدمة. أما التيسيرات الجديدة على القواعد المعمول بها في التمويل العقاري للأغراض السكنية، فقد أجازت منح المواطن تمويلا عقاريا بنسبة 100% من قيمة العقار في حالات التمويل بنظام الإيجارة، وهو الإيجار المنتهي بالتملك في نهاية مدة الإيجار أو أثنائها. نشاط التمويل العقاري حقق نشاطا ملحوظا خلال عام 2021، حيث قامت شركات التمويل العقاري بمنح تمويل قدره 8.1 مليار جنيه لعملائها مقارنة بـ 3.4 مليار جنيه في عام 2020، وبمعدل نمو بلغ 132%. تواصلت فعاليات القافلة الطبية لجمعية الأحمر وصندوق تحيا مصر بمدن جنوب البحر الأحمر. وزارات القافلة القرى الخاصة بالخير، وذلك بشلتين ومدينة حلايب، وقد قامت بعمل الكشف الطبي على أهالي قرى الجنوب، وتوزيع المواد الغذائية على الأهالي، وانطلقت تفاعلية القافلة الطبية تابعة لصندوق تحيا مصر بالتعاون مع الهلال الأحمر، وتم تنفيذ القافلة الطبية الشاملة للخدمات الطبية والمساعدات العينية، مع صرف الأدوية بالمجان. يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين بالقرى بمختلف المحافظات. عقد وزير الزراعة السيد القصير اجتماعا لنشر السلالات المحسنة من العجلات العشار، وذلك على صغار المربيين في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. الاجتماع بحث أيضا وضع آليات وضوابط لإنجاح المنظومة وتحديد دور كل جهة لنشر الأنواع المحسنة على صغار المربيين بأسعار مناسبة، وبتمويل ميسر بفائدة 5% وتبسيط سرعة إجراءات الاتمان، مع توحيد المستندات المطلوبة من الجهات الممولة، على أن تتولى وزارة الزراعة الإشراف والمتابعة والتنظيم والتنسيق، وتوفير كافة أوجه الدعم الفني. رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام الحالي إلى 5.6% في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي. وحققت مصر طفرة اقتصادية غير مسبوقة، جعلت الاقتصاد المصري أكثر تماسكا في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، خاصة خلال أزمة كورونا على نحو حظى بإشادة المؤسسات الدولية. بخطة ثابتة، يسير الاقتصاد المصري نحو الأمام في ظل تنفيذ قيادة سياسية قادرة على تنفيذ برنامج إصلاحي ناجح، نال إشادة جميع المؤسسات الدولية. إشادات انعكست وألقت بظلالها على الاقتصاد، ليعلن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022، في الوقت الذي خفض فيه تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي. ففي أحدث تقرير لأفاق الاقتصاد العالمي، توقع صندوق النقد النمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 عند 5.6% ليرتفع من توقعات السندوق السابقة البالغة 5.2% في شهر أكتوبر الماضي. صندوق النقد أرجع تحسن توقعاته للأداء الاقتصادي بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة كورونا، خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون. صندوق النقد أشار كذلك إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط التي حققت نمواً إيجابياً بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كورونا وصدور بيانات اقتصادية إيجابية. وكان البنك الدولي هو الآخر قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022 في تقرير آفاق الاقتصاد العالمية. وأرجع البنك الدولي ذلك نتيجة لتحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك قطاعات استخراج الغاز والتحسينات التدريجية في قطاع السياحة. في المقابل خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي. تبينت أراء الجماهير المصرية تجاه توقعاتهم للمواجهة التي يخوضها منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش أمام كوديفوار في الدورة 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في الكاميرون. تقام مباراة مصر وكوديفوار في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة باستاذ جابوما بمدينة دوالة الكاميرونية. أنا نفسي المنتخب يكسب ويروح يلعب المغرب وإن شاء الله نتأهل النهائي ونكسب. هنكسب إن شاء الله متفاعل أننا نأخذ البطولة. في الأدوار الإكسائية دي بنبقى مستقنة بيتغير عن المستقنة المجموعة. والله كلنا نفسينا مصر تأخذ البطولة بس النهاردة يعني حاسس إننا نحن مش هنتأهل. والله إحنا أملنا في ربنا وإحنا يعني نلعبهم مع المرتدات إحنا. نعدج الدفار بس اللي هو اللي بعد كده إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفوز بالبطولة بإذن الله. لازم أن نحط خطة كويسة عشان نعرف نعمل حاجة. ما فيش خطة كويسة مش هنعرف نعمل حاجة. منتوقعش يعني حاجة مش هتحصل عشان من إحنا اللي هنتواجعيه. هو عادي. منتوقعش من اللعيب مثلا إنه هو يدي أحسن حاجة وهو محطوط في حتة غلط. والله نتمنى التوفيق إن شاء الله للمنتخب وإن شاء الله بإذن الله نكسب 2-0 إن شاء الله بإذن الله. والله أنا نفسي نلعب كويس وكون منظمين في الفرق بتاعتنا. بحيث إن إحنا نتعلم من أخطوات المرشوات اللي فاتت. فمرشوات اللي قبل كده كانت سألة يعني المرشوات سألة إن إحنا نكسبها والنهاردة سألة إن إحنا نكسب بس بإذن الله لو بإنها من الزمين. نفسنا تكسب إن شاء الله لأن طبعاً ده المنتخب مفروض نشجعه كده كده. ما سيبك بقى من أهلي أو زمالك ده منتخب مصر. وإن شاء الله نعدي كنت في وار يعني موتش بالسهل طبعاً. تمنيت إن شاء الله أن المنتخب يفوز إن شاء الله ونتأهل كده إن شاء الله. والله تمنيت إن المنتخب إن شاء الله يوصل لمركز كويس في البطولة. على الأقل يعني ناخد المركز الثاني يعني كشكل كويس يعني حتى لما فوزناش بالبطول. انتعت نشرتنا وبقى تذكير بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يؤكد خلال لقائه مع ولي عهد أبو ظبي أن تسوية الأزمات الإقليمية ترتكز على تقويد التدخلات الخارجية ومحاربة العنف والإرهاب. الرئيس السيسي يشارك في جلسة مباحثات رباعية في قصر الوطن بأبو ظبي لدفع آليات العمل العربي لمواجهة التحديات الراهنة. موجة من الطق صغير المستقر تشهدها عدة محافظات ورفع درجة الاستعداد للتعامل مع تساقط الأمطار. وصلنا إلى ختم نشرة الثالثة على شاشة التلفزيون المصري. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. اشتركوا في القناة